الخير على الجميع في فيديو بدين نهاردة ممكن نتروح فيه من اين معاكم احمد التومي النهاردة جماعة احنا داخل اسكندرية هنشوف هنروح فيه من اين احنا دلوقتي جماعة يعتبر مصطفى كامل على الترامب الشارع اللي جاي الشمال ده يدخلك على مساكن زباط مصطفى كامل اللي هو اللي جاي على شمالنا ده اللي على نصيته المنتجات المعدنية اللي مصانع الانتاج الحرب خش منه يدخلك قلب المساكن بتاعة مصطفى كامل ودي محط الترامب محمد محفوظ اللي علي منا دي والتقاطع اللي جاي ده حيبقى تقاطع شارع المشير احنا الاسماعيل اه شارع المشير اه شارع المواسكر الروماني معلش انا اسف ده تقاطع شارع المعاسكة الروماني لو خدت منه اه ايمين كده تطلع على طريق الحرية بس اللي حيت بتاع في الاشارة دي بتبقى دايما زحمة فاتقوم عامل ايه؟ تقوم اخد ايمين من على التراومة كنك راجع تاني كده كننا راجعين على ايه؟ على خط التراومة ايه؟ على خط ترام مرة تانية. ممكن تاخد شمال من هنا يطلعك على على شرع بوير. بس هو الشرع اللي فات ده اللي بقول لكم عليه لو قد تمهنه شمال يطلعك على شرع بوير. في مطب كده ايه? ايه للشعيح? هو دي ترام ايه? ترام الراملة هي على ايميلنا داخل على محطة المحطة المحفوظة اللي احنا كنا لسه معادين عندها من نهاية ترية. فاحنا عشان نطلع على شرع بوير وهو من الشرع اللي جاي شمال بقى ده. تمام لو فوته مش هتعرف تطلع تاني على شرع بوير لان اللي بعده ما بنقعد دخول. هناخد شمال ايه? شمال من هنا. العمارة اللي على شمالنا دي اللي هل ماس كان ناصيا دي جماعة هي دي عمارة العفاريت. دي من العمار المشهورة في اسكندرية بس تم تجددها وتقوضبها بس على معاعتقد ان ما فيش حد ساتن يعني ما بشوفش بين عدمين داخلة وخارجة. كده احنا طلعنا ههو على شرع بوير ايه? ايه? ايه طريقة حرية. موسيقى 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 المترجم للقناة يعني هو مدخل سموحة اللي بيبقى عامل ايه عامل من كسافة دي محتاجين كوبري على الشمال هنا بحيث نركبه يدخلن على ايه يدخلن على سموحة مباشرة اه لصو بتبدأ تفتح لما تلاقي الاشارة ايه بتاعت مدخل سموحة بتلاقي الدنيا فتحت ايه فتحت ومشي ايه ومشي شوي بقايزين كوبري في العتادي بقى ايه شهرنا يوم مدخلنا الدخل الشمال دي هتبقى فهو صعب شوية بس يتعمل يعني هتبقى بتاع ده هتفك زحمة شارع ابو ييل وهتفك زحمة المدخل والاشارة والكلام ده كله لان هي سموحة ملاشا لتلت مداخل هو من هنا من كوبري مصطفى كامل ومن كوبري كلوباطرة وكوبري البراميك كنا احنا عملنا فيديو لمنطقة سموحة دي تفصيلا قبل كده موجودة على القناة هتلاقيه من جوه قايمة بتاعة فيديوهات داخل اسكندريك دي عمارات كيروسيز اللي على شمالنا دي اللي علي مننا ولا ايه دي اللي كان كانت زمان شركة البكسي ويدا كوبري مصطفى كامل او كوبري البرزي دي احنا نزديه دا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان نسل على شمالنا دا كنا دخلنا وصورناه برد وقبل كده ظهر معانا في كزا فيديو لو دخلت مين من هنا تفش على ظهر محطة سريجابر القطار وعلى شمالنا دلوقتي نادي سموحة الرياضي الاجتماعي 者 ناحية لان تقبق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو ده مدان فيكتور عمانويني الثالث ودي مدار الزهران وده جامعة حاتم اللي علشمالنا ده جامعة وحيبقى بعدي بشوية موزة اللي هو المبنى اللي في الوش اللبني ده ده مول زهرة ولو خدت يمين من هنا كده تطلع على ايه تطلع على مركز العيون ودوران عايز بتساعد هاية التأمين الصحي على دينها اليمين فارا اسموها ولو طولتها لطول تطلع على فوز معايز هخش انا كده شمال الشمال ده على ايميني مدرسة الخنساء اللي عدا دي يا بنات وبعدها مدرسة طري بن زياد السنوين وفوش مدرسة طري بن زياد هنا جماعة في فوشها على الشمال في اللي هو المركز بتاع البطاية السريعة اللي هي تستلمها في نفس اليوم دي هو اللي تستلمها تاني يوم فوش المدرسة على طول على الشمال هنا والدوران اللي لسه احنا بعدين فيه ده ده دوران مركز العيون مركز اسكندرية العيون والله ايه داني واحنا كده راحين على دوران عزبة سعد مظلوم بتاع الأدوات الصحية والمستلزماتها على اليمينة وده دوران عايز بتساعدة جماعة ونقف لبعض اللحظات نتحرك ده اللي علي منا ده سكن طالبات جامعة اسكندرية الطالبات المختاربات اللي من المحافظات الأخرى وبيدرسوا جامعة اسكندرية بيبقى عمللهم سكن هنا طابع الجامعة بقى بقى اجرى رامز يعني هادي مركز اسكندرية العيونة هوفوشنا ولو خدنا يمين من هنا هيبقى فيه هتبقى كلية تمريدة هي على يمينة جماعة كلية تمريدة جامعة اسكندرية اشتركوا في القناة وده بيت شباب الأزهر ودي جامعة الأزهر فرع اسكندرية منطقة الأسكندرية الأزهرية واللي علي منا دي مستشفى سموحة جامعي معهد سموحة الابتدائي للغات مقر لجنة الفاتوى الرئيسية اللي عايز يسأل في أي فاتوى جماعة بيبقوا هنا ييجي يسأل هنا ييجي يسأل هنا حيجاوبك حد المشايخ بتاعة الأزهر طبعا ما عرفش الناس دي بتعمليه بالزبط بس ما عدينا يعني الغوغاء ودي حضائق أنتونيادس هاي اني بقى مرة نصورها لكم من جوة بإذن الله قاية الرقابة الإدارية على شمالنا وكل الصور اللي علي منا ده حضائق أنتونيادس بقى هيلف بينا على محور المحمودية بس هي وبيتم رفع كفاءة للحضائق فيه جزء منها تفتح وجزء لسه ما تفتحش وكده يبقى احنا طلعنا على ايه على محور المحمودية يا جماعة وكده ينتهي الفيديو بتاعنا يا باخدنا من مصطفى كامل سموحها نحو المحمودية استأذن حضراتكم اللي عجبوا الفيديو يعمل اشتراك ولايك وشير تفضلاً وليس عمراً واللي معجبوش الفيديو وقول لي ايه معجبكش الفيديو ليه ونشوفكم على خير في فيديو جديد قريباً وعلى السلامة